السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين إيز انجليزي إن شاء الله النهاردة هنحل أول درسين في منهج ثلث اعداد الجديد كتاب المعاصر نسخة 2022 لا تنساش قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا لو أول مرة جديدة معنا في القناة لا تنساش تبدأ باللايك والسبسكرايب وبينا نحل عندنا أول اكسرسيز موجود في صفحة 22 لقص فيها العديد من الإيه الممتعين أو الشركين واحد منهم معبد الكرنق اللي أقص فيها interesting monuments author ممتعة إن دي طالب الأرثار معبد الكرنق أحمد الزائي student هو طالب عمل الزائي this means he's calm and quiet لا معنى أنه هو هادي الكلمة معناها هادي he is a peaceful student هو طالب مسالم وهادي بيج 23 صفحة 23 الصفحة الأولاني ترى الكثير من الكرنق في أمسك في الأمسك في الأمسك في الأمسك أقوم أربعة if you want to see trees and other interesting plants, you can go to the A-Guardian بنوح الحرائق الإهل لو انت عاش تشوف أشغار ونباتات جميلة A و ممتعة و شريوكة بنسبالك بنوح البوتانيكا الهل الحرائق الإهل النباتات number five my uncle is very good at sports at handball عمي كويس جدا في لعبة الريضات مسافة كده at handball في لعبة كورة اليد يبقى أهل خاصة أو خصوصا في الhandball there was a lot of A on the roads in this morning so Mr. Armour was late for work كان فيه يوجد كثيف من A في الطريق في الطرق النهاردة هذا الصباح لان A أحمد وصل لذلك أحمد وصل للشغل الأخر يبقى there was a lot of traffic كان فيه حركة مرور كثيفة this machine هذه الآلة does many things بتعمل حاجات كتيرة جدا it's very useful it's very useful useful يعني مفيد هي آلة بتعمل حاجات كده أكيد مش هادية ولا كيرفو الحريصة ولا helpless إيه لا تساعد حد يعني my sister has lots of A monuments I like them very much إخواتي عندهم أثر عملة زاي I like them very much بحبهم جدا عندهم A interesting monuments تمام مش interested interested يعني مهتم شخص مهتم لكن interesting حاجة شركة أو مصلية I can two books from the public library in my area أنا أقدر أعمل A في الكتب من المكتبة I can borrow two books أقدر still if two books we have four A عندنا أربعة A كذا north, south, east, west إلا ولا نورث شمال جنوب شرق الغرب اللي اسمهم A four directions directions يعني الاتجاهات الأربعة I'm interested in animals أنا مهتم بالحيوانات So I love going to the natural A museum بحب أروح متحف الأيد طبعية متحف الأيد متحف الأيد متحف الأيد متحف العلوم الطبعية دي اللي مهتم اللي بدي نشوف فيها الأيد الحيوانات ليه تمساحي The beautiful lake beaches around it بحية التمساحية بوحية جميلة بها A شواطئ حولها يبقى with with beaches around it رحمة هذويد A 12 short stories رحمة 12 short stories 12 قصة كثيرة round يعني دائري around يعني حوالي أو تقريبا rounded طبعا here around يعني حوالي أو تقريبا Judy always goes in the pool عندنا كلمة go swimming يعني يذهب للسباح Judy always goes swimming هي تذهب للسباح The nile through the city of Banha نهر النيل عبر مدينة منها عندنا كلمة run through يعني يجري عبر يعني يجري في المدينة Number 16 أخي واحدة في صفحة 23 Adam to his work late yesterday Adam to his work late yesterday عندنا كلمة arrive لازم أعرف دي بقي إما بيجي بعدها إن يا إما at تمام لكن اللي بتاخد حرفة go to got to وصل إلى ومعناها بصعوبة يعني get to get to يعني يوصل لمكان وغالبا تكون a بصعوبة شوية وهو وصل متأخر يبقى he got to his work late yesterday ننتهي بقى الصفحة البعدها بيج 24 صفحة 24 The word peaceful can be replaced by a كلمة peaceful ممكن نبدلها بكلمة ايه ugly and dirty calm and quiet quiet and dirty dirt ugly and calm peaceful يعني calm and quiet هادئ تمام لكن أقلي دي كبيح وديرت دي كذر فهي طبعا peaceful يعني هادئ في كل المعنين بتوع there are attractive buildings يوجد العديد من المباني الجذابة جدا interesting monuments a thar أو نصف تسكرية شريكة جدا and lots of gardens والعديد من الهرائك the word attractive كلمة attractive هنا معناها ايه there are attractive buildings طبعا نجد مش حلوة or dirty cause there or beautiful جميلة beautiful كلمة attractive معناها صفحة اللي بعدها page 25 صفحة 25 page 25 the word a can be the opposite of boring كلمة a ممكن تكون عكس boring كلمة near boring يعني ممل boring يعني ممل boring يعني ممل يبقى كلمة ill ممكن تكون عكس boring interested excited interesting كلمة interesting يعني مشيق أو مسلي you can make an adjective from the verb use ممكن نحول الفعل use the adjective by adding a we can form the word peaceful we can form the word peaceful from the noun اصلها ايه peaceful دي peace peaceful يعني مسالم او هذه اصلها كلمة peace يعني السلام to give the opposite of the word natural عكس كلمة natural we add the prefix بنديف prefix يعني مقطع يلوف قبض للكلمة عندنا كلمة unnatural 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 يعني غير كلمة unnatural يعني غير طبعي هنضيف ال prefix ده تمام ننتبع كالة الصفحة اللي بعدها page 27 صفحة 27 وعشرين the shopping center is a the train station مركز التصوق فين بالنسبة to train station straight يعني مباشرة corner يعني opposite مقابل او في الجهة المقويلة لي next يعني بجور طبعا corner اللي محتاجة on the corner straight straight on opposite مش محتاجة حرف جور next محتاجة هنا the shopping center is opposite the train station الصفحة اللي بعدها في عيجة 20 8 صفحة تمانية وعشرين page 28 صفحة تمانية وعشرين the theater is a the aquarium and the museum المصرح هو فين بالنسبة to aquarium حركة الاحيال المائية والمتحس هنا دول مكانين يبقى هو ايه between ما بينهم انفعش next to the next two on هو عليهم in داخلهم لا يبقى هي between لاني between يعني ما بين مكانين I get up 9 o'clock everyday دي ساعة انا زيما قولنا في الفيديو بتاع الشرح باستخدم at مع الساعات هتلاقي برضو في the description الخاص ب فيديوهات الشرحة بتاع unit 1 وهيبقى فيه طبعا في unit 2 كده هنبطل ننزله عشان نكمل بقية الحاجات اللي كانت نقصة في unit باستخدم بكل حرف الجر إن مع كلمة ايه afternoon afternoon on saturdays i like to stay at home باستخدم مع الايام حرف الجر on انتربع كده الجزء اللي بعديها برضو choose هو مجركز اوه على choose هنا the museum is a the corner opposite the hospital المتحف هو ايه الناصية مقابل المستشفى عندنا on the corner على الناصية مقابل ايه المستشفى I always go to the park saturday mornings ده يوم يبقى باستخدم مع الايام حرف الجر on lunch time I visit my cousin التايم ده وقت باستخدم اات مع الوقت والساعة اات مع الوقت والساعة يبقى at lunch time وقت الغداء I visit my cousin the sports center is a the aquarium and the hospital هنا ما بين مكانين يبقى between لاني هنا مكانين هو اكيد مش والله يتمشي next to يعني next to the aquarium ممكن تكون الاكوريوم كده والحسبيل كده وهو جنبهم بس هي الاحفر نستخدم ايه between ما بين المكانين دول لانه لو جنب المكانين دول هيقول مثلا next to the aquarium او next to the hospital لبه هي between الايه الاجابة between مش next to خالص she usually gets a up half past six half past ها اسف half past eight يعني تمانية ونص ودي ساعة بستخدم اتماع الوقت والساعة لوسي was standing the right of the picture لوسي كتوقفة يمين السورة على اليمين on the right على اليمين على يمين السورة from the station من المحطة go straight for about ten meters عندي go straight on امشي مباشرة for about ten meters انتهي باكرة الصفحة البادها page 29 صفحة تسعة و عشرين كتاب المعاصر نسخة عشرين اتنين و عشرين ثلثة عدادة I did the crossword انا حلت الكلمات المتقطعة حلت الكلمات المتقطعة five minutes خمس دقائية عندنا بستخدم حرف go in لو جيب عليها دقائية يعني ايه in five minutes في خلال او في غدون خمس دقائية تمام they like to visit luxor winter بستخدم حرف go in مع فصول السنة فعلي go shopping on the afternoon لأ بستخدم حرف هنا انصحح يبقى in the afternoon لاني بستخدم in مع فترات اليوم المختلفة معدى no no night write what you do the weekend بستخدم حرف go at the weekend او on the weekend اي حرف go من دول يمشي مع كلمة weekend the library is opposite to the bank the library is opposite to the bank لأ عندنا كلمة الحرف الگر محتكتو next to يبقى the library is next to the bank at Saturdays I get up at 7 لأ بستخدم حرف الگر on مع الايام لاني ده يوم they travel to dahab holiday هنا في كلمة day يوم يبقى on holiday لما لاقي day يبقى on على طول he is not here in the moment المومنت دي وقت صح يبقى at the moment at وقت ساعت at وقت ساعت my house is on the a of the street corner بيتي على الا من نصر الشارع يبقى on ممكن يقول on the right or on the left أي واحدة من دول my house is on the right of the street corner على المين نصر الشارع farmers usually start working dawn ده وقت الفجر الده وقت محدد في اليوم يبقى dawn اللوه الفجر clothes were very different than the 18th century في القرن الثامن عشر القرن الثامن عشر ده مدة 18 ده مدة جبية بستخدم مع حرفة girl in the bus arrives the bus arrives ten minutes ten minutes عشر دقائق برضو زي مقيحة لانها فوق كده اللي هي in five minutes في خلال الخمس دقائق هي هي بستخدم in مع المينتس او لو جيه عدد من الدقائق يبقى in ten minutes في خدون عشر دقائق ننتقل ننتقل لبقى page 30 صفحة 30 read and complete هنا عندك اختيارات موجودة هنا فوق كده opposite corner monuments interested between between interested مهتم monuments أثر corner اللي هي النصية أولوكن opposite مقابل there are many attractive a in Egypt مصر فيها attractive a مصر فيها ايه جميل تمامي يبقى monuments يبقى استخدم monuments مع المثال الاولاني كده حالينا اول واحدة the museum is on the a opposite the library المتحف على ال a مقابل المكتبة على ال a على النصية يبقى on the corner مقابل المكتبة the shopping center is a station مركز التسوق فين بالنسبة للمحطة between ما بين المحطة ولا opposite مقابل المحطة مقابل المحطة مقابل المحطة she is in in reading and watching films هي a في كراءة ومشاهدة الأفلام يبقى interested ان عندي كلمة اسمها interested ان يعني مهتمة بي انتقل باكال page 32 ده اختبار على lessons 1 and 2 complete the following dialogue هكامل ديالوج طبعا هتلافي description تحت سؤال بتاع او ازاي تكون سؤال وبعده شرح الجزء الخاص ب unit one lower around town اهم حاجة بنقل ايه الجزء المعمول بال bold lag اللي هو الاسود التخين ده بنقل ايه بنقل حمزة is asking علي about the sports center حمزة بيسال علي عن the sports center مركز حمزة بيقول hello is the sports center near from here is the sports center near from here فعلو hello it's a five it's a five minute walk هو عبراعا يابرود خمس دقائق ما شريب هو كتاب عادي yes hello yes it's a five minute walk يابرود ما شريب خمس دقائق هنا حمزة بيسال سؤال خلي بالنا من الجزئي لو بنتاهب question mark يبدأ سؤال walk along this road it's opposite the bank فده سؤال بي هل فقاله ايه امشي على طول هو قصاد البنك فممكن اقول ايه السؤال هنا اسأل ايه هل هو قصاد البنك يبقى بدلا ما ايه it is هتبقى ايه is it is it هل هو ماله opposite the bank مقابل البنك ده كده ايه اجابة السؤال لان صاحبه قاله ايه yes walk along امشي على طول it's opposite the bank هتلاقيه قدام البنك فعلي بعدما قاله اجابة سؤاله سؤال فحمزة قاله ايه I play tennis what about you انا بقى لعب التنس يبقى ماذا تلعب طب هنا I play الفيديو مفوش اس يبقى what do ايه بتطلع you what do you play ماذا تلعب what do what do you play تلعب ايه فعله I play tennis what about you ماذا عنك علي قاله اجابة بعد كده حمزة قاله ايه swimming is a nice sport يبقى حمزة قاله ايه swimming او ممكنوا لي I go swimming احسن I go انا اذهب للسباح I go swimming ليه احسن من swimming بس فحمزة كان منداش ايه swimming is a nice sport when do you go there امتا بتروح هناك لبس اعلى وقت صح فعلي قاله اجابة طب هقول اجابة منين لازم تقع الجملة بعدها great next monday I will be at the club فقاله امتا بقى علي يوم الاثنين يبقى I go on monday I go انا اذهب on monday انا بروح يوم الاثنين great next monday I will be at the club so I can meet you there or قدر قبلك هناك that'll be great فقاله علي that'll be great بحاجة كويسة جدا choose a quick answer from A B C or D number one we had a nice meal at this last week تناولنا وقبة جميلة فين at this restaurant في المطعم my father often goes to his village because it's a place بابا بروح القرية بتاعت لان هي مكان عامل ازاي peaceful place القرى مكان هادئة is a large area of water with land around it هي منطقة كبيرة فيها مية with land around it محاطة بالماء بابا هي lake البحيرة منار is interested in watching English movies عندي كلمة اسمها interested in مهتم بي بابا interested in مهتم بي The cafe is on the corner الكافي على a corner على النصية the botanical garden for or off or down or up at the corner a on the corner of on the corner of على النصية بتاعت a botanical garden There are lots of things to do here يوجد عديد من أشياء التي يمكننا لكم بها هنا at the weekend slowly or quickly or suddenly especially خاصة page 33 صفحة 33 آخر صفحة موجودة معنا في lesson 1 and 2 You can see trees and other interesting plants at a بنشوفها في التrees والأشقار والنباتات بنشوفها في botanical garden The train leaves 7 70 ساعة يبقى 7 My birthday is 17th June اليوم السبعة عشر من شهر يونيو يبقى only لان ده يوم The train leaves 5 minutes يعني ايه يغادر يغادر خلال خمس دقيق إن 5 minutes لما لاقي بعد لما لاقي 5 minutes دي او رقم وعدد دقيق رقم ودقيق بحث تحرف القرن I like smelly It's a A city الربع على المدينة يعني لدينا كلمة beachy kitchens peaceful هادئة weekend night lake بحيرة انا بحب الاسمالية It's a A I like smelly It's a A city رقم عن مدينة ايه اوصف المدينة دي بكلمة من دول هي اكيد مدينة peaceful يبقى دي number one اتخذناه There are lots of things to do there يوجد عاديد ما اشاء ان اكون بها هناك Especially اذا اي خاصة في الايه في الشواطئ ولا kitchens ولا weekend ولا lake طبعا هنا بستخدم حرف الجراءات مع كلمة wake in طب سؤال زي كده انا مش فكر حرف الجراءات اخليلي الاخر هتبن معاه الاجابة On Friday afternoons أيام الجمعة بعد الدهر often go to A تمساح بروح لA lake تمساحا لانا lake اسمها lake تمساح with my family It's a beautiful lake with A around it هي بحيرة جميلة جميلة حواليها ايه حواليها عطلات اصبوع ولا مطابق ولا beaches هتجد البحيرة حواليها ايه beaches طب هنا بقى اذا بقى نرجى الى راكم مثلنا اكنا كنا نشكين فيها There are lots of things to do there يوجد عديد من اشعال التي نكون بها هناك Especially اجزاء خاصة في المطابق ولا في weekend هتبقى خاصوصا في weekends في عطلات نهاية الاسبوع complete the sentence with the correct form هنكمل باستخدام الحرف يعني عايزنا ايهن صحة الخطأ ده I live on a small village in the south of Egypt أنا عايش On a small village باستخدام 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 جودي goes to the sports center The afternoon on Saturdays في الساعدات وافترون ده وقت من اليوم وان في الساعدات باستخدام إن في الساعدات باستخدام The shopping center is a opposite is a to the station. عندنا هنا two. Opposite two. لا الكلمة اللي بتحتاج بحرف الجارة اللي فيه two. وهو next two. Next two. هنا choose the correct word. ها تختار كلمة ما بين الاتنين دول. هي مش بيني بس هتلاقي بولد شوية. تمام. هنا برضو كلمتين دول. وهنا الكلمتين دول اللي هتختار منهم. واحدة. I live a small village in the south of Egypt. في جنوب مصر. هنا القرية دي مكان زيد التاون او الحي او المدية بستخدمها الفقرين. Nagwa usually visits her grandparents the weekend. Nagwa بتزوج جددها. at the weekend. يما قاتي اما وان ما يفعش اخط لك الاتنين. للاتنين صح. You can't hear any traffic. ما تقدرش تسمع اي مور هنا. It's very. ما تقدرش تسمع صوت المور لان هي very peaceful. هادئة جدا. لكدا الجزء الخاص ب. listen one and two. من كتاب المعاصر نسخة 2022. بالتوفيه الشابر بلد. تنتظروا معنا بقيت الشرح في الفيديوهات القادمة. وبقيت حل الكتاب ان شاء الله. وما السلامة.